اشتركوا في القناة 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 من الجديد على بعض الأشخاص يعني رح يعوض اللي هي النحوسة تاعته اللي كانت في فترة التراجع الماضي هاي اللي كانت عنيفة شوي يعني شوي رح يبدأ يغير من الأجواء الشمس رح تعمل تثليف مع بلوتو يوم 14-9 طبعا هي إيجابية بس إنه الشمس رح تكون في زوية مقابلة وبلوتو أساسا بتراجع يعني فيه لمحات منتحسة في الموضوع الشمس زي ما نشرحها دائما لها علاقة بالقيادات وبالعسكر بالملوك بالجيوش بالقيادات الدول وبلوتو إلو علاقة بالمفاجآت وإلو علاقة بالأشياء اللي بتيجي صدمة هيك يعني ممكن تشيل وترجع تبني من أول وجديد يعني لحالكم بدكم تعرفوا إحنا منركز على الظواهر الطبيعية إنه فيه احتمال يكون فيه بعض الظواهر الطبيعية في خلال هاي الفترة السياسي طبعا لحالكم رح تتفاجأوا من الأحداث اللي رح تكون خلال هذا الأسبوع الأسبوع هذا متسارع جدا بالأحداث السياسية الظهرة طبعا رح تشكل زاوية تربيع مع أورانوس يوم 15-9 هاي بتهدد انتهاء العلاقات العاطفية الضعيفة برضو بتدل على أشياء إلها علاقة بالانحلال الخلقي أو إشي العلاقة بالفساد أو بالفضائح لأنه زي ما حكينا الزهرة وأورانوس يعني الحب والجمال والأنوثة وبرضو أمور إلها علاقة بالمفاجآت والانقلابات والأشياء اللي بتكون فيها فضائح عطارد رح يعمل زاوية تربيع مع المشتري يوم 17-9 وهاي إلها علاقة عطارد إلها علاقة بالصحافة والمشتري طبعا إلها علاقة في أمور مالية وإلها بالقضايا فبما أنه هيك معناته في قضية إلها علاقة بالصحافة أو الإعلام أو فضيحة معينة أو أمور إلها علاقة بالأمور المالية رح تظهر على الساحة الشمس طبعا رح يشكل زاوية تثليث برضو مع زحل هي زاوية إيجابية ولكن الشمس حكينا بمقابلة فهي منتحسة أو سلبية بمعنى آخر رح تشكل زاوية تثليث مع زحل اللي بيتراجع يوم 17-9 فهي بتدل على إشيء إلها علاقة بالهجوم الاقتصادي إلها علاقة بالاختلاص وأشياء أمنية يعني برضو من ضمن التطورات فمنلاحظ أنه كل أيام الأسبوع فيه أشياء متسارعة وفيه أحداث يعني مشوقة للبعض فيه أشياء رح تكون فيها يعني صدمة أو أحداث ما كانت متوقعة إنها تصير بالشكل هذا رح تصير نشوف إحنا الأسبوع هذا إيش اللي مخبيننا بلاش ندخل بالسياسة أكثر من هيك بهم ما إحنا نحكي توقعات أفراد لأنه في ناس ما بيهتموا للشؤون السياسية بهموا يسمع برجه وصلى الله وبرك طيب أول إشي بما إنه إحنا اختصرنا هيك المقدمة خلينا ندخل على الأبراج الأسبوع التوقعات الأسبوعية والأبراج الأسبوعية برج الحمل طبعا أهم النقاط اللي رح نحكي عنها أول إشي إنه الأسبوع هذا بيحمل فرص إلها علاقة بالوضع المالي بالعمل نركز على العمل بالبداية يعني فيه فرص لعمل أو إنجازات عمل أو أشياء إلها علاقة بعمل جديد في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي ممكن كانت غير متوقعة بالفترة الماضية إنها تصير الأسبوع هذا محتمل إنها تصير ماليا أو عمليا على الوضع الصحي شوي ممكن تشعر ببعض الارتياح في أوقات ما وممكن تهتم بمجالات صحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو بركز على الشراكة وعلاقتك مع الزوج وهي بتعمل إنسجام عاطفي ما بين الأزواج وممكن يكون فيها نوع من أنواع المصالحة أو ترتيب لوضع قادم إلى علاقة إما بتطوير علاقة أو بارتباط جديد الزهرة طبعا بتشكل زاوي زي ما حكينا اللي هي التربيع ولكن إنه الزهرة إجمالا في وجودها بتدل على عاطفي أو حب جديد أو غراميات جديدة أو تطور بوضع عاطفي معين ولكن تحذروا من التقلبات وخصوصا اللي علاقاتهم العاطفية ضعيفة بدهم ينتبهوا من التقلبات لأنه هاي الفترة بتهدد استقرار العاطفي المريخ طبعا بالبيت الأول بيدعمك بعطيك جراءة بعطيك طاقة عالي جدا ولكن بالمقابل بيخليك متهور أو متسرع لأنه بدأ بعملية التراجع فبدأك تحذر من ردات الفعل السريعة أو الغضب أو العصبية خصوصا موليد العشرية الثالثة أكثر أشخاص بدهم ينتبهوا لأبو الكواكب اللي موجودة بالجدي المشتري بلش يعني بحركته ومنقدر نحكي إنه عادل حركته الأمامية فبوزع حضوظ بشكل جيدة خصوصا على مستوى العمل مستوى السمعة تعزيز السمعة مكاسب تيجي من علاقات من معارف وبرضو بتهتم في بعض المسائل اللي إلها علاقة طبعا من تأثيرات السلبية إنه شوي بنقولك دير بالك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تتسرع أما بالنسبة لنيبتون طبعا بيتك 12 بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة في أوضاع البيت المتاعب بدك تحذر من بعض التقلبات الصحية وحاول ما تهمل أعمالك وبعد عن الخلافات في مكان العمل وأورانوس طبعا في البيت الثاني بيت المال بيجيب مفاجآت على المستوى المالي إما المفاجآت هاي بتكون 100% وبتحدث فروقات عالية جدا على الوضع المالي ومكاسب وأرباح أو إنه بتعمل نوع من أنواع الخسارة لأنه أورانوس بيجيب مفاجآت بما إنه بتراجع فعشان هيك بيكون التحذير من المسألتين أما بالنسبة لتوقعات القمر فطبعا القمر زي ما حكينا أنه موجود بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة فبخلال الفترة هاي بتنشطوا بالسفر والاتصالات أهم مش إنك تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقبك وقضيتك وبدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن ترتاح بسبب كثافة الأعمال أهم مش إنك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفاعلية والدينوماكية وممكن تسمع جواب بعجبك أهم مش إنك ما تبالغ بمصاريفك بالفترة هاي يعني أجواء إيجابية حاول تستغل لتواجد القمر بالجوزاء من صباح يوم الجمعة القمر بصير في السرطان إلو علاقة في بيتك الرابع فعشان هيك بتهتموا في أمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم مش إنك ما تحاول فرض وجهة نظرك على أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر من التصرف العدائي وما تخالف القوانين والإرشادات ممكن تعانيه من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلامك الجارح من عصر يوم الأحد القمر بصير في الأسد وهي أفضل فترة لإلك لأنه هاي رح تبدأ من يوم الأحد من عصر يوم الأحد لغاية مساء يوم الثلاثاء في هاي الفترة بتشتد رغبتكم بالتقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة لأي شيء الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة حول تكرار المحاولات اللي كانت صعبة بالفترة الماضية من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في العذراء حتى مساء يوم الخميس هنا ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من الأعمال بتكونوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاول إيجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة لتوصل لاتفاق ابحث عن حليف أو داعم بالفترة هاي وتجنب الإساءة للأصدقاء والشركاء وحاذر من التراجع الصحي من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت القمر هنا ما بشير لتفاهم وهدوء أو ود وتتعقد بعض الأمور وتترى بعض البلبلة أهمش أنك تعالج الالتباسات من سوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية خصمك بهاي الفترة بكون مقوي والعرقيل ممكن أنها تستفزك برج الثور طبعا أول شي بنحكي عن الشمس الشمس بتمنحك طاقة قوية جدا على المستوى العاطفي وهاي بتعزز أمور إلها علاقة بالحضوض أو بالعاطفة أو حب جديد أو تطوير علاقة لحب جديد الاهتمام بالشخصية وبالنفسية وبالتغييرات الجذرية اللي ممكن تحدث على البشرة أو على المنظر في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتجميل أو يمارس هواية معينة وتكون مثمرة بالفترة أما بالنسبة للبيت السادس طبعا عطارد موجود فيفا يعزز أشياء قوية على مستوى العمل وعلاقتك بزملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وبرضو بيحقق لك إنجازات على مستوى العمل بشكل جيد أما بالنسبة للزهرة في البيت الرابع شوي بتعزز نقاط إلها علاقة في البيت أو عقاري جديد أو اهتمام في مسكن جديد أو أمور إلها علاقة بالعائلة أو تواصل مع العائلة ولكن بدك تحذر من الخلافات والنقاشات الحادة أما بالنسبة للمريخ فطبعا في بيتك 12 وهنا بنحذرك من أعداء مخفيين أو متخفيين يعني ناس بتتآمر عليك بالخفاء بدك تنتبه من أشياء لها علاقة بالعمل والصحة أما بالنسبة للجدي الجدي في البيت التاسع بيحكي عن البيت التاسع والجدي أساسا موجود في بلوتو زحل المشتري هدولا الثلاثة بشكله تقريبا زاوية صعبة شوي فهي بتعركس أمور الهلاقة بالسفر وحتى لو كان في سفر بصير فيه صعوبة بالإجراءات وممكن تنسى أوراق أو معاملات أو ما تكمل كل المعاملات بشكل صحيح وممكن يصير فيه خلاف أو تتأجل أو يتعطى الموضوع السفر على مستوى الدراسة الجامعية ممتاز جدا وبدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وحتى على مستوى القضايا القضائية ولكن بدك تكون مستعد أما بالنسبة لنبتن فبدعمك على مستوى العلاقات والأصدقاء وبيعزز علاقاتك وصداقاتك وممكن تستثمرها في إشي بعود لمصلحتك فممكن تنجز إنجازات كانت صعبة أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة لأورانوس فبحدث شغلات مفاجئة على المستوى النفسي عندك إما قمة الإنسجام أو قمة العصبي فعشان هيك تكون حذر من تقلبات أورانوس عم مستوى النفسي والشخصي أما بالنسبة للقمر فزي ما حكينا أن القمر اليوم موجود بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهمش إنكوا تتجنبوا النفقات ممكن تهتم لوضاعك المالية وتخوض التجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك أهمش إنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصروفاتك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي من صباح يوم الجمعة القمر بصير في السرطان حتى عصر يوم الأحد فهنا بتنشطوا في أمور إليها علاقة بالسفر أو الاتصالات طبعا الصفر القصير اللي هم بين المدن كونوا أكثر صبر على الطرقات فترة مناسبة لإجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء دون إثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقش الجميع المواضيع بثقة ومهارة الفترة هاي ما رح تهدأ وتيرتك من كثر النشاط حاول تستغلها بشكل إيجابي أما من عصر يوم الأحد القمر بصير في الأسد حتى مساء يوم الثلاثاء بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم ابتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في العدراء حتى مساء يوم الخميس بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتاعبة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن يكون أو تكون هاي الفترة من أفضل أيام خلال هذا الشهر وأوفرها حظ بتشعر بالطمأنينة والراحة فعشان يقول لك حاول أنك تستغلها بشكل إيجابي وتستثمر هذا الوقت من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت فهنا بيتراكم العمل عندكم لكن ممكن تجدوا تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لياقتكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية برج الجوزاء طبعا الشمس موجودة في البيت الرابع وهي بتعزز نقاط إلها في البيت أو العائلة أو التواصل مع العائلة أو أمور إلها علاقة بالسكن أو اهتمامات ببعض المسائل العائلية اللي بتتطلب منك حضور أو ممكن حلول أما بالنسبة للعطارد بيدعمك عاطفيا وبخلي عنده قدرة عالية جدا تواصل مع الأحبة أو حلول أو تجاوز مشاكل معينة أو إقناع برضو اللي عنده هواي معينة خصوصا في أشياء العلاقة بالتجميل أو الديكور أو أي شي فني الفترة هاي رح يبدع فيها بكل ثقة أما بالنسبة للزهرة فهو بيدعمك على مستوى الامتحانات والسفريات القصيرة والتنقلات والاتصالات ولكن هاي بتعطي نوع من أنواع السلبية إنه عصبيتك أو حديتك أو تقلب المزاج عندك بيكون عالي أما بالنسبة للمريخ فطبعا هنا يضغط على مسائل إلها علاقة بالأصدقاء أو المعارف ممكن تكتشف بعض التلاعب بين بعض الأصدقاء أو صديق بتآمر عليك أو بتقمص شخصية صديق وهو في الواقع بيكون يتصيد لك فبدك تكون حذر إنه ما حد يستغلك أو يستغل طيبتك أو يحاول إنه يأذيك أما بالنسبة إلى الكواكب اللي موجودة في برج الجدي وهو بيتك الثامن ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض أو الديون أو الدفعات أو المسائل البنكية أو أشياء إلها علاقة بنفقة ميراث غيبيات ممكن يكون لك اهتمامات عالية في هاي المسائل بالفترة هاي ولكن احذر من المغامرة أما بالنسبة لنبتون اللي في البيت العاشر بيت السمعة بيعزز من سمعتك وطاقتك وبرضو بعطيه قوة بالحضوض على مستوى علاقاتك ومعارفك وممكن أمور إلها علاقة إما بعمل جديد أو مسائل إلها علاقة بإنجاز أعمال بمساعدة بعض الأشخاص ولكن دا تنتبه إنه ما تخالف القوانين وما تجازف وما تدخل بأشياء مشبوهة أما بالنسبة لأورانوس في بيت المتاعب وهو اللي بيجيب أشياء مفاجئة إما على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أو أعداء مخفيين ممكن يتكشفوا لك بالفترة هاي طبعا بالنسبة للقمر القمر حركته رح تكون ممتاز خلال هذا الأسبوع وخصوصا من بدايته يعني أولها أنه من اليوم القمر موجود بالجوزاء عندك لغاية صباح يوم الجمعة فأنتوا قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلق الواجبات كون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير من صباح يوم الجمعة القمر رح يكون في السرطان حتى عصر يوم الأحد ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال ويعود له أو يحصل على هدية أهم شيء تخففوا من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية ما كنت تحلم فيها أو بالفترة الماضية ممكن تفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء أهم شيء أنك تبرر عن مواقفك وتوضح أي سوء تفاهم ما تخلي الأمور تتراكم من عصر يوم الأحد القمر بصير في الأسد حتى مساء يوم الثلاثاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط بأمور إلى علاقة بالتنقلات والاتصالات أو بالسيارات تهتم فيها كمشترى أو تصليحات من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير بالعذراء حتى مساء يوم الخميس فهنا بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعر ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ آمن أهم الشيء لك ما تنتقد أقرب الناس إلك ممكن تلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت وأنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش إنك تلطف من الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها ممكن تنال ما ترغب بالفترة هاي وتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مساء العالقة أو كانت مستحيلة فترة إيجابية جدا برج السرطان طبعا أول إيش بنحكي عن الشمس اللي موجود في البيت الثالث اللي رح تشحنكم بطاقة عالية جدا على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات على مستوى الامتحانات السفريات القصيرة لاهتمام بالسيارات أو بالتليفونات أو الأجهزة الإلكترونية يعني فترة ممتازة جدا حاول تستغلها أما بالنسبة العطارد فهو يعزز من علاقاتك وثقتك بالنفس داخل البيت أو حضورك وممكن تحل المشاكل في البيت مستعصية أو تهتم ببعض الأشياء اللي لها علاقة بالتصليحات أو الترميمات المنزلية أما بالنسبة للزهرة في البيت الثاني فهي بتجيب لك فرص لها علاقة بالمال أو مكاسب مالية أو حلول مالية ولكن بالمقابل بتظهر نوع من أنواع المصاريف لزيادة أو البذخ بصرف الفلوس أما بالنسبة للمريخ في البيت العاشر فهنا بيضغطك على مسائل لها علاقة بالعمل وعلى مسائل لها علاقة بالسمعة حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين وإنجز أعمالك بوقتها وخلي علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للكواكب الموجودة بالجدي المشتري وزحل وبلوتو فهنا هدولة موجودات في بيت الشراكة شراكة المالية والعاطفية فديروا بالكم من أي خلافات ما بينكم بين الأزواج لأنه الفترة هاي ضاغطة شوي وبتسبب تهديد خصوصا لموليد العشرية الثالثة على مستوى العائلة أو على مستوى الأزواج أو شركاء المال أما بالنسبة لنبتن طبعا النبتن في البيت التاسع بعطي رغبات إما بالسفر أو تعلم لغة جديدة أو الدخول في مجالات بثقافات جديدة أو حتى للتواصل مع أجانب أو علاقات مع الأجانب أو حتى يعني رغبة للاهتمام بالأمور الفلسفية والدينية والأشياء هاي على مستوى الامتحانات وتخصصات الجامعة الأمور تقريبا نحكي جيدة أما بالنسبة لأورانوس اللي بيحدث مفاجآت على مستوى اللقاءات وعلى مستوى الأصدقاء والتعارف والحوارات ما بينك وبين الأصدقاء لأجواء إيجابية وتدعمك بقوة فممكن تنشط ما بين الأصدقاء خلال هذا الأسبوع أو يكون لك لقاءات مميزة أو تستفيد من بعض العلاقات أو من بعض الأصدقاء في بعض المسائل أما بالنسبة للقمر طبعا القمر موجود بالجوزة من اليوم وحتى صباح يوم الجمعة هنا التعب بظل مؤثر عليكم زي الأيام اللي قبل فحاولوا أن تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم بشير القمر هون لركود وتأخير في سير بعض الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء ما تختلق الأعذار وما تهرب من المسؤوليات المهمة من صباح يوم الجمعة طبعا القمر رح يصير عندك وهون بتبدأ مرحلة جيدة جدا لإلك خلال الأسبوع هات حتى عصر يوم الأحد يعني من الجمعة من صباح الجمعة لعصر الأحد القمر في السرطان بتصير عندكو طاقة عالية جدا وبتصير عندكو نشاط عالية جدا وحيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاق لعمل أو صفحة جديدة ممكن تحمل الفترة هاي تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية وتعتبر من أجمل أيام الشهر من عصر يوم الأحد القمر بصير في الأسد وحتى مساء يوم الثلاثاء ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرون أو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسي مشراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل لتطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفاعل من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في العذراء حتى مساء يوم الخميس كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار بسجل هاي الفترة بتسجل لقاء مهم أو اتصالات مفيدة ممكن تجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة ممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو الفترة المقبلة من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت وأنا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهمش أنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهمش أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك أهمش أنك ما تفرض رأيك فترة مناسبة لأمور العلاقة بالسفر أو الاستثمار برج الأسد طبعا الشمس موجود في البيت الثاني وهي رح تجيب لك فرص على المستوى المالي أو مكاسب مالية عادة تمتيج من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الفترة ممتازة جدا ولكن أهم إشي أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة لعطارد فهو بدعمك على مستوى البيت الثالث اللي هو بيت التنقلات والاتصالات والحوارات والامتحانات والمقابلات فعشان هيك حاول تستثمر الفترة هاي في منك رح يهتم بمواضيع الهلاقة إما بالأجهزة أو بالإلكترونيات أو حتى بالسيارات أما بالنسبة للزهرة الزهرة بتدعمك على المستوى البيت الأول ولكن مشكلتها أنه شوي بتنقص من الثقة بالنفس أو تعطيك نوع من أنواع الإنزعاج من بعض المسائل أو التقلب النفسي حاول أنك تستثمرها بالجانب الإيجابي أنها هي رح تمنحك طاقة عالية جدا وحتى بعضك ممكن يوقع بالغرام بالفترة هاي أما بالنسبة للمريخ المريخ بدعمك على مستوى أمور إلاها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات واللغة تعلم لغة دورات كلها هاي أشياء ممتازة ولكن دك تنتبه أن المريخ بتراجع يعني بمعنى آخر في بعض الأوقات رح يشكل مصاعب على هاي الأشياء اللي إحنا ذكرناها فإذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو سفر ما تعتمد على الحظ بدك تتهيئ وتستعد وتدرس بشكل جيد أما بالنسبة لأبراء الكواكب اللي موجودة في الجدي فهي البيت السادس فهنا هنا بتضغطك على مستوى العمل أو نجاز بعض الأعمال أو التحركات وبرضو بعض الأعراض اللي بتيجي صحيا فيها نوع من أنواع التقلبات عودة المشتري لمسير الأمامي بدعمك على مستوى العمل أما بالنسبة لنبتن نبتن طبعا بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تجد بعض الحلول إما لديون أو دفعات أو قروض أو اهتمامات مالية بالفترة هاي أهم شي اللي عنده أمور إلها علاقة بالمحاكم المالية زي نفقة أو ميراث أو ضريبة أو تأمين ما يهملها ويهتم فيها بشكل جيد ويحاول ينجزها بوقتها بدون تلك أو تباطل أما بالنسبة لأورا نصف البيت العاشر فهو بيت السمعة فعشانك شوي بيجيب أشياء مفاجئة هو إما أنه برفعك وبشرك وبعمل لك ثقة بالنفس عالية جدا وإما أنه إذا ما كنت جاهز أنت وحذر ممكن يشكل لك فضيحة أو يشكل لك مصيبة على مستوى العمل فبدأت تكون حذر خلي كل إشي جاهز عندك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر التزم بأعمالك وعلاقتك مع زملائك أو رؤسائك في العمل هيك أنت بالسليم أما بالنسبة للقمر طبعا القمر رح يكون بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة فبتنشطه اجتماعيا وبتلتقه الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تأييد أحدهم ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث أهم إنك تشارك بكل فعالية ممكن تستفيد منها يوم الجمعة القمر رح يصير في السرطان بيت متاعبك حتى عصر يوم الأحد فهاي الفترة شوي بتكون صعبة عليك وهي هاي الفترة الوحيدة الصعبة فعشان هيك بسيطر عليكم التعب يعني حاولوا انك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة بالآمال ممكن تحمل خسائر أو فشل أو مرض خلال هاي الفترة طبعا مش للكل ممكن بعضكم ممكن تفشل بعض الأعمال في حصد النجاح ويخيب أملك للتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة طبعا هاي زي ما حكينا احنا لعصر يوم الأحد ولكن من عصر يوم الأحد القمر بصير عندك بالأسد حتى مساء يوم الثلاثاء بتبدأوا فترة مختلفة تماما أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الانفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في العذراء حتى مساء يوم الخميس أهم شي تخففوا من النفقات قدر المستطاع بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا أو إحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن تناقش موضوع مالي أهم شي أنك لا تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك كن عاقل برضو فيها فرص مالية ممكن أن تحدث تغييرات أو فرقات كبيرة عندك من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت وأنا بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار تكثر هنا النشاطات حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك لا تتردد بالتحرك لحصد المكاسب أو الأشياء الإيجابية اللي بتكون لصالحك برج العذراء أو عن القمر الآن موجود عندك كل أسبوع هذا رح يكمل تقريبا كل موليد برج العذراء فعشان هيك تقريبا بتبلش الأمور تتحسن بشكل إيجابي عن المستوى النفسي بتشعر بطاقة كبيرة أو دعم كبير أو نفسيا بتتحسن الأجواء من ثقة الشمس أو قوة الشمس أو شعاع الشمس اللي رح يأثر عليكم بشكل إيجابي بالنسبة العطارد رح يتدعمكم في المسائل المالية كمكاسب أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم وفي منكم رح يحصل هدية معينة بالفترة أو مكافأة أو جائزة بالنسبة للزهرة في بيتك 12 بيت المتاعب هنا ممكن يعني شوي لأنه هي بشكل زوايا صعبة ممكن تحدث بعض الأشياء المفاجئة إما على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أو صحة أحد الأحبة فعشان هيك حاول أنك يعني تنتبه للمسائل هاي أما بالنسبة للمريخ فطبعا بتراجع هو في بيتك الثامن فبيجيب مشاكل على مستوى الأموال المشترك اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك يعني بيعمل نوع من أنواع الصعوبات إما في تحصيل ديون لا إلك بكثر النصابين حواليك أو المستغلين دك تنتبه من أي شخص يستغلك ما تدخل بمشاريع بدون ما تدرسها بشكل جيد ما رضوا أي قضية مالية حاول أنك ما تهمل حيثياتها وتفاصيلها نفقة ضريبة تأمين أمور بنكية كلها هاي بدك تهتم فيها ما تهملهاش نهائيا أما بالنسبة للجدي فطبعا الجدي هس دخلنا في مرحلة الإزدواجية في التوقع لأنه أول شي كوكبين اللي هو عندي أنا زحل وعندي بلوت واثنين بتراجعوا في العشرية الثالثة وعندي المشتري بدو يرجع للحركة الأمامية هذول اثنين بعملوا سلبيات وهذا بعمل إيجابيات فعشان يكي كل التركيز رح يكون العاطفية فأي اللي هي العلاقات الضعيفة فعشان هيك بتكونوا حذرين من هاي النقاط وديروا بالكو أثناء تعاملكم مع الأحبة لهم الأبناء والوالدين أما بالنسبة لنبتون نبتون في البيت السابع طبعا بيعزز نقاط لها علاقة بالشراكة وعلاقتكم ما بين الكم وبين الأزواج وممكن يصير في نوع من أنواع الإنسجام أو التوافق أو الحلول الإيجابية للدعم من علاقتكم بالفترة هاي إذا أبعتوا عن النقاشات والخلافات أما بالنسبة لأورانوس أورانوس بيجيب لك أشياء مفاجئة على مستوى البيت التاسع اللي هو بيت السفر البعيد أو العلاقات مع جانب أو أشخاص خارج البلاد أو الدراسة بالجامعة أو الامتحانات يعني بيجيب لك امتحان مفاجئ أو دراسي أو سفر حتى أو لغة أو دورات ممكن تكون شوي فيها نوع من أنواع الإلزام مفاجئة لإلك يا بتكون لبختك وبتكون لحظك ودعم لإلك يا بتكون ضدك وبتسبب لك بعض المشاكل فحاول أنك تكون مستعد لكل الأمور حتى للامتحانات أو السفريات لأنه أكيد رح تكون لصالحك إذا كنت مستعد أما بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون في الجوزاء حتى صباح يوم الجمعة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ممكن يعني الفترة هاي إذا قدمت أفضل ما لديك ممكن تحقق إنجازات أو تحرز تقدم مفاجئ أهم شي أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشاء اللقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت أنت جاهز طبعا من صباح يوم الجمعة القمر بصير بالسرطان حتى عصر يوم الأحد هنا النشاط رح يكون على مستوى العلاقات الاجتماعية بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسب سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبك العمل مع مجموعة من الزملاء أو الأهل انت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفهم الآخرين لإلك وتحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل من عصر يوم الأحد القمر بصير موجود بالأسد حتى مساء يوم الثلاثاء وانا بسيطر عليكم التعب لأنه هذا بيت متاعب حاول تنظيم أمورك والمحافظة على صبرك المعهود أثناء تصريف أمورك والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أي شيء جديد بالفترة هاي وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في العذراء حتى مساء يوم الخميس هنا بتشعر بثقة كاملة وكبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوي وانطلاق لمرحلة جديدة في حياتك ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد في إنجاح مشروع جديد الفترة هاي حماسية ووضوح في الأفكار بتعطيك بشكل رائع من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت تم فرصة لمكسب مالي بكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهم لأنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية بالفترة برج الميزان طبعا الشمس ما زالت موجودة في بيت المتاعب وهي سبب الضعف أو الضغط أو التقلبات أو الأمور المحبطة اللي أنت شعرت فيها خلال الشهر الماضي أو الشهر ونص الماضيات بسبب تواجدها ببيت المتاعب فهي بتضغط بشكل سلبي وهذا آخر أسبوع إلها في بيت المتاعب بعدين رح تنتقل لعندكم الأسبوع القادم ورح تبدأ فترة جيدة جدا أهم إشي أنه بالفترة هاي حاولوا أنكم تمشوها بأي طريقة مثل ما مشيت الفترة الماضي وعندكم قدرة على تجاوز الصعاب أكيد لأنه أنا بعرف عندكم حكمة كيف تدارك الأمور والضغوطات أما بالنسبة العطارة طبعا بما أنه في البيت الأول فهو بدعمكم على المستوى النفسي شيئا ما بيحدث بعض التغييرات وعندكم قدرة عالية جدا على الإقناع وتجاوز الصعاب فعشان هيك هو بدعمكم بشكل قوي حاول تستثمر طاقت الإيجابية أما بالنسبة للزهرة بما أنها في بيتك 11 فهي شوي بتخليكم تستاءوا من بعض الأصدقاء أو من بعض المعارف أو من الواجبات أو تزامن الواجبات أو الالتزامات الاجتماعية بالفترة أو الاستياء من بعض الأشخاص أو الضغوطات أما بالنسبة للمريخ بما أنه في البيت السابع فهو ضاغط على موليد العشرية الثالثة من موليد برج الميزان على مستوى تفاهمهم وعلاقتهم هم أكثر ناس المتضررين من الميزان بطريقة تعاملكم مع شركاء المال أو مع شركاءكم بالعاطف اللي هم الأزواج فبتكونوا تكونوا حذرين وبرضو تنتبهوا لطاقتكم وصحتكم أما بالنسبة للجدي طبعا الآن صارت متضارب الأمور مشاكل على مستوى البيت وإيجابية على مستوى البيت بسبب أن المشتري رجع يعطي حظوظ في منك رح يهتم ببعض المسائل العقارية أو المسائلة اللي كانت معقدة أو مش راضي تمشي في بيع عقار أو تأجير عقار أو شغل الفترة هاي ممكن تجدوا لها حلول أو تنحل قضايا لها علاقة بالعقار معك ولكن أضبطوا عصابكم أثناء تعاملكم مع أفراد العائلة أما بالنسبة لنبتن فهو بدعمكم على مستوى العمل بيجيب لكم فرص جيدة ولكن أهم شنك ما تبالغوا بعمل جديد بالفترة هاي بدون ما تركزوا بالعقود أو العروض اللي بتنعرض عليكم وبرضو تهتموا بالوضع الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا أورانوس اللي بيجيب أشياء مفاجئة على مستوى الأموال المشتركة إما شركاء أو دعم معين أو أشياء ممكن تعزز من ثقتكم المالية أم مش اللي عندهم قضايا مالية زي نفقة أو ضريبة أو تأمين ما يهملوها ويهتموا بتفاصيلها بشكل جيد ويخلوا أوراقهم جاهزة أما بالنسبة للقمر فطبعا القمر رح يكون متواجد في الجوزاء حتى صباح يوم الجمعة هنا اللي بيتقدم لامتحان يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من خارج البلاد أو من أجنبي أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافي مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية في منكو ممكن يرغب بالسفر أو يبدأ بطرح أمور العلاقة بالسفر أو هجرة أو العودة إلى بلدك من صباح القمر بصير في السرطان حتى عصر يوم الأحد بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع أو الدفع بمصالحكم فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر أو وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك ولا بيتعاون معك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر من عصر يوم الأحد القمر بصير بالأسد حتى مساء يوم الثلاثاء هنا بتنشطه اجتماعيا وبتلتقه الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن الفترة هاي تعمل نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك مات بقى وحيد وأخرج للقاء الناس استثمر الفترة هاي بشكل قوي من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير بالعذراء يعني ببيت متاعبك حتى مساء يوم الخميس هاي بتطلب منك الانتباه بشكل جيد لصحتك ممكن يسيطر التعب الشديد عليك وهي آخر فترة لأنه البعديها راح تصير إيجابية يعني من الابتداء من الأسبوع القادم إيجابية قوية ممكن تفكر في إلغاء المواعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين هاي الفترة بتهدأ وطيرتك وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيب الآمال من مساء يوم الخميس القمر بصير عندك في الميزان حتى مساء يوم السابت يعني بدأتوا مرحلة قوية جدا بتبدأوا من هاي الفترة أفضل يعني هاي الفترة أفضل من صادقتها بتعدلكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجح وبتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من طلقاء ذاتها لصالحك أهم إشي زي ما قلنا من هون لنهاية الأسبوع فيه أشياء إيجابية أيام إيجابية استغلها ولكن القوة والفائد الأكبر هي من نهاية الأسبوع من يوم الخميس وما بعد برج العقرب طبعا بالنسبة للعقرب صحيح أن الشمس الآن في بيت الأصدقاء بيتك 11 وهو بدعمك بعلاقاتك وبأصدقائك وما عارفك ونشيد جدا حتى باللقاءات والتعارف وفي منكم ممكن بدأ علاقات صداقات جديدة بالفترة هاي ولكن بدكوا تنتبهوا أنه ابتداء من الأسبوع الجاي رح تدخلوا فترة صعبة لأنه الشمس رح تنتقل للميزان يعني بيت متاعبكم فحاولوا تستغلوا الأسبوع هاد لإنجاز كل إشي ضروري ومهم قبل ما توصل المرحلة لفترة الضغط اللي ممكن تعمل نوع من أنواع التأخير أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا موجود عطارد اللي بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة ببيت المتاعب ممكن تتجاوز بعض الصعوبات على مستوى العمل أو على مستوى الصحة في خلال هذا الأسبوع أو الاهتمام بأشياء ممكن إلها علاقة بزملاء أو رؤساءك بالعمل أما بالنسبة للزهرة بتضغطك على المستوى مكان العمل أو علاقتك مع زملاءك أو رؤساءك بالعمل فما تحاول تفرض وجهة نظرك على اللي حواليك وبرضو أضبط عصابك وما تجازف وما تغامر ولا تبالغ بملذاتك بالفترة هاي لأنه أنت عرضة لا أشياء بتشوه السمعة أما بالنسبة للمريخ في بيتك السادس وبيت راجع فهو بيضغط على العمل لاحظ أن العمل يتكرر أكثر من مرة فالعمل هو رح يكون مركز اهتمامك خلال هذا الأسبوع وعلاقتك مع زملاءك أو رؤساءك بالعمل هي المهمة أما بالنسبة للجدي طبعا الآن متضارب هو بما أنه المشتري اللي رجع للحركة الأمامية وزحل وبلوت ولسه بتراجعه فهونا بدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنشاط والسفريات القصيرة وحتى على مستوى الإقناع والتسويق لسلعة معينة وفي منك رح ينجح بامتحان معين ولكن ده تضبط أعصابك من العصبية والحدية وفرض الرأي أما بالنسبة لنبتم في البيت الخامس وهو اللي بيثير الشكوك حول الأحبة أو الغيرة أو الشك أو الإضطراب أو الإنزعاج أو شوي يعني هو بيجيب أشياء إيجابية يعني بدعم من علاقاتك العاطفية وبيجيب لك حب ولكن برضو العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال والمشاكل بالفترة هاي أما بالنسبة لأورانوس أورانوس ببيتك السابع بيت الزواج أو بيت الشراك المالية والعاطفية فهنا هذا ما عنده حل وسط يا إما علاقة بقمة النجاح يا إما علاقة بتنتهي بدون سابق إنذار فعشانيك بتكونوا حذرين تلتزموا تبعدوا عن النقاشات والخلافات والحدية بالطباع أما أثناء تعاملكم مع أزواجكم تحديدا أما بالنسبة للقمر طبعا القمر رح يتواجد في الجوزاء ابتداء من اليوم الخميس حتى صباح يوم الجمعة ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ما تكون جارح بالكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على فرصة أو الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك من صباح يوم الجمعة القمر بصير بالسرطان حتى عصر يوم الأحد هنا بتنشطوا بأمورها علاقة بالسفر لبعيد أو علاقات مع أشخاص خارج البلاد أو اتصال لبعيد كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظ بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل عليك جميع التحركات أهمش أنك ما تقف ساكن حاول أنك تتحرك من عصر يوم الأحد القمر بصير في الأسد حتى مساء يوم الثلاثاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية يعني الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في العذراء حتى مساء يوم الخميس بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش أنك ما تبقى وحيد بل سارع إلى المشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت هنا بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل ما توقع على عقد وما تبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ويبتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك حاذر من البلبلة والالتباسات طبعا الفترة هاي هي تعتبر إنه بداية الأسبوع فمن بداية الأسبوع معناته من يعني من مساء يوم السبت القمر رح يصير بالعقرب فالأجواح رح تتغير بشكل جذري فالأسبوع القادم هو الأسبوع الأمثل لكثير من المكاسب صحيح أن الأسبوع هذا فيه مكاسب كثيرة تقدر تستفيد منها من التوقعات اللي حكيناها ولكن الأسبوع القادم أكثر وأكثر والحضوض دعمل عليك أكثر وأكثر ولكن زي ما قلنا إنجز المهم قبل ما الشمس توصل بيت متعبك برج القوس طبعا الشمس موجود في بيتك العاشر بيت السمعة بتعزز نقاط إلها علاقة بالعمل بتجيب لك فرص عمل أو بتوطد علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل تعمل علاقة ما بينك وبينهم أو تعامل ما بينك وبينهم أهم شيء إنك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك بالفترة أما بالنسبة لعطارد عطارد في بيتك 11 طبعا هنا بعزز علاقاتك وصداقاتك وبيجيب لك فرص ممتازة من معارف أو أصدقاء فممكن تحل بعض المسائل اللي كان صعب إنك تحلها بالفترة الماضية وممكن يظهر بعض الأشخاص اللي يساعدوك في مسائل يعني كان صعب إنك تحلها لحالك يعني كان صعب تحلها وصعب إنك تحلها لحالها فهم يبادروا بمساعدتك أما بالنسبة للزهرة في البيت التاسع وهي اللي بتجيب مخاوف وقلق إلو علاقة بالسفر أو إلو علاقة بأشخاص خارج البلاد أو مسائل إلها علاقة بالامتحانات والجامعات حتى على مستوى القضايا القضائية بتحمل نوع من أنواع القلق الأجواء ما بتخوف كثير حاول تستثمرها بشكل إيجابي كل الأمور هاي بتكون ممتازة وسهلة أهم إشي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو سفر استعد وتفقد أوراقك وتفقد كل إشي مطلوب منك أما بالنسبة للمريخ في البيت الخامس هنا بيجيب مشاكل وتقلب بالمزاج وحدية والعلاقات مش كل العلاقات العلاقات الضعيفة العاطفية الضعيفة أو المبنية على أساس غلط أو عدم تكافؤ فكري ما بينكم عرضة للانفصال اللي بيجي بشكل مفاجئ وحاد جدا أما بالنسبة للجدي الجدي في البيت الثاني متضارب يعني عندك أول إشي زحل وبلوتو بيجيبوا مصاريف وبجيبوا ضغط مالي ومشاكل مالية عليك والمشتري الآن رجع للحركة الأمامية بدعمك بيجيب لك فرص مالية وبيعزز المكاسب عندك وبجيب لك هدايا أو دعم معين بالفترة هاي يعني في فرص قوية للوضع المالي أما بالنسبة لنبتن نبتن بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالبيت أو أوضاع منزلية أو عائلية أو اهتمامات بالبيت ككل أو بأفراد العائلة ككل أما بالنسبة لأورانوس أورانوس اللي بيجيب أشياء على مستوى العمل بشكل مفاجئ إما ترقي وترفيع وعمل جديد ومنصب وإما بفقدك عملك ما عنده حل وسط يعني يا أقصى اليمين يا أقصى اليسار فعشان هيك بدك تكون مستعد إنجز أعمالك رتب وقتك حاول تكون بمكان دوامك بدون تغيب إنجز أعمالك وكون حذر وخلي علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل طبعا بالنسبة للقمر القمر موجود بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة هنا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة هذه فترة صعبة بتتقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأن القمر مقابلك تماما أهم شيء ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات من صباح يوم الجمعة القمر بصير في السرطان حتى عصر يوم الأحد بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض أهم شيء أنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع لإعادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات وما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري من عصر يوم الأحد القمر بصير في الأسد حتى مساء يوم الثلاثاء وانا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل ممكن تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بضحيت بحياتك وهذا جميل عزز العلاقة الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدي من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في العضراء حتى مساء يوم الخميس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الإرتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت وأنا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهمش أنك تبادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك إذ في أي الفترة بتجد حليف بدعم تصوراتك ما تستسلم بل كرر المحاولة ومرة ومرتين وثلاث بتلاقي حالك قدرت أنك تنتجزها العمل المشترك أو الاستعانة ببعض الناس أو الأصدقاء ممكن يحللك كثير من المصاعب خلال الفترة برج الجديد طبعا بالنسبة للشمس موجودة في البيت التاسع وهي هنا بتفتح لك مجالات واسعة جدا وحضوظ واسعة جدا حاول أنك تكسبها وخصوصا على مسائل العلاقة بالسفر أو علاقتك مع جانب أو اتصالات بعيدة أو امتحانات جامعية أو تخصص جامعي أو أمور العلاقة حتى بالأوراق القانونية والمعاملات الفترة هاي ممتازة جدا جدا حاول تستثمرها بأي شيء من اللي احنا ذكرناه على حسب حق الاقتصاصك أما بالنسبة لعطارد فهو بيدعمك بالعلاقات والمعارف وبيعزز من ثقتك بالنفس وبرضو بيدعمك على مستوى العمل أو عمل جديد أو ترفيع أو منصب أو تكسب رئيسك أو زملائك يكونوا لصفك في مسائل ما أما بالنسبة للزهرة فطبعا هنا بتضغطك على مستوى الأموال المشتركة وأمور إلها علاقة بأموال الغير أو أمور إلها علاقة بالقضايا المالية يعني أما عليك ديون أو متطلبات أو مسؤوليات أو قضايا مالية زي نفقة ضريبة تأمين هاي الأشياء ممكن شوية تكون هي سبب الضغوطات المريخ طبعا بيضغطك على مستوى البيت والعائلة وبجيب لك مشاكل بشكل مفاجئ على مستوى البيت أو أحداث عائلية بتلفت انتباهك بالفترة هاي أو أمور إلها علاقة ممكن لبيت عقار وما يزبط أما بالنسبة للجدي طبعا الجدي في البيت الأول بنحكي عن بيتك الأول فهون عندك أنت اليوم المشتري يرجع للحركة الأمامية فبيمنحك حضوض أو بعوض النحس اللي كان بالفترة الماضية أو الأشياء الصعبة اللي كان صعبة إنك تنجزها بالفترة الماضية الآن المشتري يرجع للحركة الأمامية بيدعمك بقوة وبساعدك على تحقيقها أهم إشي إنك تبادر وتكرر المحاولات في نوع من أنواع الإيجابية العالية راح تكون موجودة أما بالنسبة لنبتون طبعا نبتون في البيت الثالث فهون بيدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتواصل والاهتمام بمسائل العلاقة بالسيارات أو بالتليفونات أو بالأجهزة الإلكترونية برضو على مستوى الامتحانات جيد وعلى مستوى المقابلات جيد أهم إش إنك تكون مستعد أما بالنسبة لأورانوس أورانوس في البيت الخامس وهو اللي بيجيب المفاجآت وبما إنه بتراجع فمفاجآت حادة جدا فعشان هيك يا مفاجآت وبتكون توطيد علاقة غرامية من النظرة الأولى وبتصير حب وعشق وتكبر العلاقة يا إما بتنتهي علاقة عاطفية بسرعة هائلة جدا أو خلاف سريع جدا بنهي علاقة أو مشكلة ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين بدك تكون حذر من هاي النقاط أما بالنسبة للقمر طبعا القمر في الجوزاء حتى صباح يوم الجمعة أهم شيء تواصلوا ما بدأتم فيه من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع الصحة ما تسمح للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة أعمالك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن من صباح يوم الجمعة القمر بصير في السرطان حتى عصر يوم الأحد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة أي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ماء ممكن تضطر للإبطاء أو إبطاء مسار للأمور والقطوات أهم شنك ما تغير نمط معين ممكن تضطر للإبطاء في مسار الأمور والخطوات أو ممكن تغير نمط معين ما في مشكلة في هذا الموضوع أنك تغير قرار مثلا أهم شي أنك ما توجه انتقاد لأحدهم بالفترة من عصر يوم الأحد القمر بصير في الأسد حتى مساء يوم الثلاثاء بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في العذراء حتى مساء يوم الخميس هنا بتنشطوا في أمور إلا علاقة على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن من دفاعك وحماسك ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وتختفيها واجسك فترة إيجابية جدا أهمش إنك ما تضيع عليك الفرصة من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت هنا بتجدوا أو يوم جيد للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه لكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الأضواء ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع لأن الفترة هاي شوي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر فحاول تستفيد من الأشياء لما تكون دقيق على حسب طبيعتك يعني كيف أنت دقيق ومنظم الفترة هاي إذا التزمت بدقتك وتنظيمك معنات أنت حققت إنجاز رائع برج الدلو طبعا معروف إنه الشمس موجودة في البيت الثامن هي بتدفعك أو بتخليك تتحرك باتجاه العبء الأكبر اللي هو الأمور المالية أو الضغوطات المالية وخصوصا الأموال المشتركة الأموال اللي إلهي علاقة بميراث إلهي علاقة بنفقة إلهي علاقة بقرض مالي قرض بنكي مساعدات شراكة جديدة مالية كلها هاي اللي هي بتدور عليها طبعا على حسب أو 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 هذولا على حسب اختصاصك يعني على حسب طبيعتك فلكن إنها بتنطبق على كل موليد برج الدلو اللي إحنا حكينا نظم أوقاتك بشكل جيد وما تجازف وتغامر بأموال الغير أما بالنسب العطارد عطارد بدعمك في مسائل إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد اتصالات بعيدة مسائل إلها علاقة بالجامعة إلها علاقة بالامتحانات إلها علاقة بالدراسة برضو إلها علاقة حتى بالقضايا القضائية والأوراق الرسمية الأجواء بتدعمك بشكل قوي فعشان هيك حاول إنك تستغلها وتستثمرها والنقاشات وسوء التفاهم ما بينك وبين الزوج أو الزوجة وحاول ما تكبروا الخلاف مهما كانت الظروف حاولوا تسيطروا على أعصابك وإنفعالاتك لأنه العلاقات الضعيفة أو مش حتى الضعيفة حتى العلاقات العادية عرضة للإنفصال بشكل رهيب فبدكوا تكونوا حذرين دبلوماسيين تعرفوا كيف تتفاوضوا وتتحاوروا أما بالنسبة للمريخ في البيت الثالث فهو شوي بيخليك مندفع أو متهور أو عصبي في بعض المسائل بدك تحذر أثناء قيادة السيارة أثناء حركتك من الإصابات وأثناء حواراتك ونقاشاتك من الكلام اللاذع وبرضو عند الامتحانات بدك تستعد يعني بدك تدروس بشكل جيد برضو بتحمل نوع من أنواع الاهتمام أو علامات هيك بتتركز عليها هي علاقة بالسيارات أو إشي علاقة بالأجهز الإلكترونية أما بالنسبة للجدي طبعا الجدي في بيت ما تاعبك الآن المشتري رجع للحركة الأمامية فهو بدعم أو بخفف عليك ضغوطات على مستوى العمل على مستوى أمور إلها علاقة بالصحة ولكن زحل وبلوتو ما زالوا بتراجع وزحل يعني ما ظل له فترة وبنهي تراجعه لأسبوع القادم فعشان هيك الأجواء صارت شوي شوي تتحرك بطريقة إيجابية ما في داعي للمغامرات أو المخاطرات الفترة أما بالنسبة لنبتون نبتون بتجيب لك فرص مالية بتجي عادة من مكاسب أمل إضافي مستردات هباد دعم حتى ممكن هدايا ولكن حاول أنك ما تبالغ وتجازف بمصاريفك بالفترة أما بالنسبة لأورانوس أورانوس طبعا هو اللي بيجيب المفاجآت على مستوى العيلة أو مستوى العائلة أو مستوى البيت أو بستوى الأمور العقارية ككل أو حتى الانشغال بمسائل العلاقة وبممكن ديكور ترتيبات مشتريات أشياء زي هي بتكونوا حذرين لأن الأجواء العائلية هي قمة الإيجابية يا قمة السلبية بالنسبة للقمر طبعا رح يكون موجود في الجوزاء حتى صباح يوم الجمعة وأنا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وبتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر هاي الفترة لقاءات طارئة مع الإخوة أهمش أنك تقدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة من صباح يوم الجمعة القمر بصير في السرطان حتى عصر يوم الأحد وأنا بيتراكم العمل عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي غير الأولويات إذا دعت الحاجة ما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل من عصر يوم الأحد الخمر بصير في الأسد حتى مساء يوم الثلاثاء يعني مقابلك مباشرة ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر أهمش إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير بالعذراء حتى مساء يوم الخميس اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية أهمش إنك تكون مرن وحاول إنك أنت تتنازل عن بعض الأمور ولكن ما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ما تهم الملف أو قضية من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت وأنا بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان يعني ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو أمور إلها علاقة بالسفر برج الحوت طبعا منحكي عن الشمس الشمس اللي موجود مقابلك تماما في العذراء هي بتعزز أمور إلها علاقة بالشراكة بتعزز أمور إلها علاقة بعلاقتك مع علاقة الأزواج أو المتزوجين مع بعض مرضو على مستوى أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات على مستوى الصحة شوي بتعطي نوع من أنواع الإيجابيات ولكن طاقتك شوي بتكون ضعيفة ما بدك تتراعي ووضعك الصحي أما بالنسبة لعطارد عطارد مونة بالبيت الثامن يعني بعزز نقاط قوية على مستوى الأموال المشتركة بيجيب لك فرص أو خلول أو مشاريع أو اهتمام بصفقات مالية أو داعم أو ممول يعني كل أوهاي على حسب تخصصك ممكن تنسجم عليك الأهم إذا كان في أمور إلها علاقة بالقضايا المالية يعني إلك حق فيها حاول ترفعها بالفترة هاي عشان تكون النتائج لصالحك لأنه عطارد بعزز هاي النقاط وممكن يحسم قضية نفقة أو ميراث أو أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة لصالحك إذا استغلتها بالفترة هاي أما بالنسبة للزهرة الزهرة في البيت السادس هنا بتضغط على مسائل إلها علاقة بالعمل لأن الزهرة زي ما حكينا بتشكل زوايا صعبة فعشان هيك بتضغط على مسائل إلها علاقة بالعمل وبتضغط على مسائل إلها علاقة بالصحة إجمالا الزهرة من المفروض أنها هي بتعطي إيجابية على مستوى العمل وبتجيب لك فرص عمل وبتجيب لك أشياء على المستوى الصحي أو تجاوز بعض الأوهام أو الأمراض ولكن سلبيتها في بعض الأيام ممكن تعمل العكس أما بالنسبة لبيتك الثاني المريخ المريخ بتراجع وهذا بيت المال فشو بيسوي يعني بيخليك تجيب فلوس أو فرص بعطيك فرص للمال أو تحقق مكاسب مالية بالفترة هاي ولكن بالمقابل بفاجئك دائما بمصاريف يعني أكثر مما دخل عليك من المال فبدك تكون حذر من النفقات بالفترة القادمة أما بالنسبة للجديد طبعا الجديد عندك ثلاث كواكب موجودة المشتري رجع للحركة الأمامية فرح يمنحك حضوض عالية على مستوى العلاقات والمعارف والأصدقاء وزحل وبلوتو رح يجبوا لك مشاكل على مستوى العلاقات والمعارف واللقاءات فبدك تكون حذر أنت عارف إمتى تقدم وإمتى تنسحب وتعرف مع مين تتعامل عشان تحصل أو تحصل إيجابيات من وراء معارفك وتكسب الأشياء اللي أنت بدك إياها لأنه في حلفاء أو في أصدقاء رح يدعموك بالفترة القادمة أما بالنسبة لنبتون نبتون البيت الأول بعزز من شخصيتك وثقتك بالنفس ولكن حاول أنك تبعد عن الوسواس أو الشكوك هذول أمرين ابعد عنهم معناة أمورك ممتازة أما بالنسبة لأورانوس أورانوس بيجيب لك المفاجآت على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والامتحانات والسفريات وأمور إلها علاقة بالسيارات والأجهزة الإلكترونية فبما أنه اهتماماته على هاي المسائل يابعطي قمة الإيجابية يابعطي قمة السلبية يعني أشياء بتتعارض مع هاي النقاط يعني هاي بتصير سلبية أو ضاغطة عليه عشان هيك بدك تكون حذر أثناء تنقلاتك واتصالاتك وإذا عندك امتحانات كون دارس ومستعد لأي مفاجئة عشان تتجاوز أي معاكسات من أورانوس طبعا القمر موجود بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة بتنهمكوا بأمور إلها سلب البيت والعائلة ما تتهرب من المسئوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على العائلة بعطف ونصائح هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية من صباح يوم الجمعة القمر بصير في السرطان حتى عصر يوم الأحد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا فترة إيجابية من عصر يوم الأحد القمر بصير موجود بالأسد حتى مساء يوم الثلاثاء هون بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا انجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لا غذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة وقتك وعملك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي قد قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظل من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في العذراء حتى مساء يوم الخميس بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بالشركاء سواء في العمل أو في العاطفة كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الضغوط ممكن تكون كبيرة عند البعض والأوضاع ممكن تصعب عند البعض من مساء يوم الخميس القمر بصير في الميزان حتى مساء يوم السبت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويب أهم شي إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شي إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكراً της عنودية حينثي شكراً 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 شكراً